هي كالجحيم أو تكاد هذا واقع السجون الحكومية في العراق على لسان الخارجين منها والذين يؤكدون أنهم قد وهبوا الحياة من جديد بينما ينتظر آخرون عفواً عاماً قد ينهي معاناتهم لكن هذا العفو العام بحسب تقارير حقوقية وتصريحات الساسة في العراق لن يكون كما يشتهي أهالي المعتقلين والذين ينتظرون بارقة أمل حيث أعلنت الحكومة أنها تعد مسودة جديدة لمشروع القانون تعد فيه تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية ويشير قانونيون إلى أن مشروع القانون الجديد يحتوي على عبارات مطاطة لإفراغه من محتواه ستغرق المحكمين بالتفاصيل وتحرمهم من حقهم بالإفراج لا سيما مع وجود آلاف منهم انتزعت الاعترافات منهم بالقوة وتحت الإكراه أو حكم بمحاكمات شكلية وفق وشاية المخبر السري على الجانب الموازي تكشف مصادر سياسية أن قوى الإطار التنسيقي وراء تعطيل قانون العفو العام رغم وجود اتفاق سياسي سابق مع القوى المحسوبة على السنة عليه وترفض حاليا صدور عفو عام يشمل كل المعتقلين الذين يشكل أهالي المناطق المستعدة جلهم من جانبها تقول مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن الوضع في السجون الحكومية كمن يدور في حلقة مفرغة من حيث الانتهاكات المستمرة ضد المعتقلين بدون حلول حقيقية وبدون محاسبة كوادر السجون التي تتسبب بهذا العنف ضد السجناء وبالعودة إلى التعديلات المقترحة التي أعلنت عنها حكومة السوداني يشير ناشطون حقوقيون إلى أنها تثبت وجود ازدواجية لدى الحكومة لا سيما أن تعريف التنظيمات الإرهابية لن يقترب من الميليشيات الموالية لإيران والمتهمة بارتكاب جرائم حرب بالبلاد وتهدد فوق ذلك ما تبقى من كيان الدولة في العراق